في مفارقة يصعب تجاهلها يتشابه المشهدان البرازيلي والأمريكي الحديث ليس فقط على مستوى التظاهرات التي تملأ الشوارع احتجاجا على عنصرية الشرطة في التعامل مع الفقراء وليس في تحول الشوارع إلى ساحات مواجهة كبرى إثر هذه الاحتجاجات ولهو في الهتافات المتصاعدة ضد رئيس البلاد ولكنه أيضا تشابه أمريكي برازيلي حتى في تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا حول العالم فالبرازيل التي اخترت اتباع أمريكا سياسيا وجدت نفسها تلحق بها صحيا لتصبح في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات يشكل برازيليون من حكومة لا تقدم مساعدة تذكر لاحتواء فيروس كورونا فيما يزداد الوضع الاقتصادي اختناقا وتزيد الشرطة من خناقها عبر تنفيذ عمليات مداهمة عنيفة للأحياء الفقيرة للاشتباه في تجارة المخدرات الحقيقة العظيمة هي أن ما نشهده هو تصعيد ضد الاستبداد في البلاد الحكومة الحالية يمكنها استخدام الوباء لهذه الغيات الاستبدادية هم يراهنون على الفوضى إن الشعب البرازيلي لن يسمح للشيوعيين بإدارة الأمور هنا إذا جاءوا فإننا سنذهب للقتال إذا لم يفعل بولسونارو ذلك وستكون هناك حرب أهلية يجب أن نقتل كل هؤلاء الأوغاد بين تظاهرتين متناقضتي الهدف حاولت الشرطة التفريق ولكن لم يكن التعامل بطبيعة الحال واحدا بين المعارضين والمؤيدين للرئيس الذي انضم إلى مؤيده في مشهد ينسجم مع شخصيته اليمينية الاستعراضية ممتطيا صهوة حصان ومتجاهلا ارتداء قناع الوجه على الرغم من أن ارتداءه الزامي في العاصمة